نرجع مرة تانية لسا مكملي مع بعض فقراتنا معاكم مشاهدينا في نهارك سعيد وصلنا دلوقتي لفقرة مهمة جدا الحقيقة وهي فقرة عن إدارة الأزمات والكوارث في مصر دي حاجة مهمة جدا يكون في كل بلد فيه أشخاص مختصين بهذا الدور إن هما إزاي يديروا الأزمات والتفاوض فيها مع بعض عشان نوصل لحل يمكن استنادي كان فيها الكثير من الأزمات سواء كانت سياسية أو كانت بيئية أو كانت كوارث طبيعية يمكن دايما بيصرخ خبراء الأزمات أو خبراء الإدارة المتخصصون في الأزمات بأن مصر بتفتقد فعليا لوجود الأشخاص دول الوجود الأشخاص اللي هما مختصين في إدارة الأزمات أول ما بتحصل أزمة أو كارثة هما يجتمعوا وإزاي يعرفوا يخرجوا من الأزمة دي أو يحطوا لنا الحلول إزاي نخرج منها من الأزمة دي كمان في واضح غياب الرؤية في التعامل مع الأزمة النهاردة الفقرة دي هنحاول إن احنا نجيب على السؤال ده الحقيقة وننقش صبل فعالية الإدارة دي إزاي ممكن تخرجنا من الأزمات في مصر هنتعرف إمتى نستفيد من أزماتنا وإمتى نتعلم دروس من الأزمات اللي بتحصل لنا مش بس تعدي علينا الأزمات دي ونخرج منها وكأننا ما تعلمناش حاجة وكأنها ما عدتش علينا هيكون معنا النهاردة اللواء الدكتور يوسف وصال هو أستاذ الاستراتيجية القومية وإدارة الأزمات والتفاوض هو عضو اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمكلس الوزراء صباح الخير يا فاند صباح خير يا فاند أهلا بي حرارة كمان أستاذ في الشريعة مظبوط أستاذ في الشريعة الإسلامية في أكاديمية الشرطة كمعنا نحن فقرة الفقرة اللي فاتت دي على طول كنا نتكلم عن الفتاوي الدينية اللي انتشرت الفترة اللي فاتت على قنوات الخاصة وكمان في الحياة من خلال الكتب وحاجات كتير جدا والله أنا أتلقت الحياة طبعا أنا سعيد بالفقرة كانت موفخة جدا يعني طبعا وفضلت للدكتور لكن أنا ليه تعقيب واحد أن أنا أرجو أن يكون المصدر للفتوى في مصر الأزهر الشريف دار الإفتة مجمع البحوث الإسلامية يبقى فيه مصدر واضح وواحد ومؤهل لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ده تخصص عايز علم وعايز فقه وعايز دراسة فترة طول زي كل التخصصات لأن كثرة الفتوى وتعدد مصادرها يعرضنا لكثير من المخاطر وخاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية في مصر فأنا أرجو أن الأزهر الشريف ودار الإفتة ومجمع البحوث الإسلامية والجهات الرسمية تتصدى للفتوى في مصر حتى لا يحدث تداخل وخلل في هذه المسألة الخطيرة والهمة جدا طيب يعني في الحقيقة يعني كويس جدا كمان نحن برضو بناخد أراء الناس وخصوصا حد برضو أكاديمي زي حضرتك هرجع بيك للحوار بتاعنا مرة تانية وعايزة بداية كده يا ساتة اللوة أنت تدين تقييم تقييم لإدارة الأزمات قبل ما قبل وما بعد الثورة يعني أكيد ما بعد الثورة الأمور اختلفت عايزة تقيم هذه ما قبل الثورة وما بعد الثورة حاليا الوضع عامل ازاي؟ بالضبط أولا إن شاء الله نهني مصر كلها والشعب المصري بالعام الجديد 2012 ونبدأ التهنئة بتحية أرواح الشهداء عبر كل العصور في مصر وشهداء صورة 25 يناير المجيدة العظيمة الفارقة في تاريخ مصر والمصريين وسنظل نحفظ لهم ذكرهم وواجب علينا إن إحنا نحافظ على هذه الدماء إن إحنا نبدأ بداية سليمة وصحيحة باستكمال المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب أصبح المؤسسة التشريعية الرئيسية قائمة باستكمال انتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور الجديد المؤسسات الأساسية في الدولة استكملت معناها مزيد من العدالة مزيد من الحرية مزيد من وصول الحقوق للمواطنين كلما استقرت الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة كل ما كان معناه أن دائرة الأزمات ستضيق بالتأكيد هيبقى حياة أفضل سيشعر المواطن المصري بأنه بدأ يجني ثمار الثورة نسمي عام 2012 عام المواطن المصري عام حقوق المواطن المصري التي افتقدها سنوات طويلة الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والحقوق الصحية بالتأكيد هيبقى عامل التنمية وعامل الرخاء أما عن إدارة الأزمات بصفة عامة أنا أتوقع بعد الثورة وفي السنة الجديدة بإذن الله أن يكون القائمين في كل مواقع المسئولية في مصر هم المؤهلون لذلك شخصيا وعلميا وثقافيا القادرون على إدارة العمل كلما درجة الكفاءة في إدارة العمل وفي المواقع القيادية ترتفع كلما دائرة الأزمات والكوارد الثقيلة بس طبعا أنا برضو عشان كلنا نبقى عارفين هل إدارة الأزمات ما قبل الثورة كان فيها إخفاق كبير جدا بالتأكيد بالتأكيد طب ده تغير بعد الثورة الحقوق الأساسية غير مكفولة للمواطنين درجة الانتماء بالتأكيد بتكون أقل الإحساس بالغربة داخل الوطن ودي مأساك دي كارثة مشكلة كبيرة جدا لكن كفالة الحقوق والانتماء وتعزيز النزع الوطنية والتجاه إلى التنمية في كل القطاعات وإحساس المواطن بالكرامة وبالحرية وبالديمقراطية وأن صوته مسموع والكل في خدمة المواطن زي كل الدول المحترمة بالتأكيد دوت هيكون لي تأثير كبير جدا لا بد أن نتمسك أو نلجأ للعلم لا بد أن نأخذ بالأساليب العلمية التقدم معناه الأساليب العلمية معناه أن يتصدى المشهد المؤهل لذلك في القيادة وفي الإدارة وفي كل قطاعات بالتأكيد هيحصل ارتقاء كبير جدا في وسائل الإدارة والأزمات هيحصل لكن لسه ما فيش لحد الوقت يعني حاجة حصلت أو خطوة حصلت لسه ما حصلش أي حاجة لا فيه تقدم وفيه ناس بتتقدم المشهد لأنه أي مسؤول الآن في أي موقع يعلم تماما أنه سيسأل من المواطنين ومن الدولة ونقلص تماما ونقضي على دوائر الفساد وعلى دوائر المحسوبية وعلى الحفاظ على الثروات الوطنية ونفعل انتهاء الفترة الانتقالية بما فيها من الأحكام وما فيها من استرداد الثروات المنهوبة وفتح ملفات الفساد والحساب عليها حتى يعلم كل مسؤول أنه لابد أن يسأل أمام هذا الشعب وهذا الوطن فيكون حريص جدا في أدائه ويكون قريب من المواطن يبقى عينه على الوطن وعينه على المواطن احنا كمان شايفين أنه فيه قصور فيه قصور متكرر في التعامل مع الأزمات يعني اللي حصل في الشارع محمد محمود أمام مجلس الوزراء في الشارع الأصر العيني الأحداث اللي حصلت لحد الوقت يعني ما تمش الكشف عن الأسباب أو الملابسات اللي حصلت في الأحداث اللي حصلت هناك فده إذا كان بيدل على الشيء فهو بيدل على أنه كان فيه قصور في حل الأزمات أو إدارة الأزمة من بدايتها عدد فترة طويلة جدا فرأي حضرتك ايه أو تعليقك ايه على قصور الأزمة احنا بنعرفها علمية بأن هي عبارة عن حالة حادة خطر أو تهديد يهدد مصالح جوهرية أو قومية يتطلب اتخاذ قرارات عاجلة في وقت ضيق لو تابعنا التعريف العلمي دوت بالتأكيد هنقدر نحكم على الفترة اللي فاتت لكن أنا باعتبرها هي فترة انتقالية فيها تداخلات كثيرة جدا من عوامل كثيرة لكن طالما أن الأمور وصلت إلى الجهات التحقيق الكل سينتظر ويبقى دايما القضاء هو الحكم في كل الوقائع لكن هي فترة لها ظروف خاصة نريد أن نعبرها نريد أن ننظر إلى الأمان نريد أن نمتلئ بالأمل وأنا كباحث في العلوم الاستراتيجية وكمعني ومحل لها أريد أن أطمئن كل المصريين بإذن الله بأنه 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 ب قادمنا سنوات الرخاء قادمة لأنه قدرات الإنسان المصري قدرات كبيرة لانهائية ستنطلق وستتفاعل مع الحياة وستعود لمصر إلى وضعها الطبيعي في خريطة العالم لكن علينا أن نعمل علينا أن نحذر تماما القوى المضادة من الداخل ومن الخارج علينا أن يكون لنا رؤية علينا أن نتماسك وأن نتعاون ونقف خلف المؤسسات في الدولة مجلس الشعب الجديد القائم علي مسؤولية كبيرة جدا في التشريع وفي الرقابة على الحكومة لابد أن نسانده حتى لو كان لنا أراء شخصية في بعض المنتخبين الذين كانوا مرشحين الآن نتكاتف الآن يعنينا مصر والمصريين من يقدم سنسانده من يتخازل سنقول هذا وهناك انتخابات قادمة سيحاسف فيها الشعب نوابه لكن أنا أريد أن أبث روح الأمل والتفاؤل في الفترة القادمة نحتاج فقط إلى أن نطوي صفحة الماضية نستفيد من الدروس المستفادة التحقيقات في الجهات التحقيق ننطلق الآن إلى العمل نريد أن نتقدم نريد أن نلحق برغب الحضارة نستفيد بالزخيرة البشرية الكبيرة جدا موجودة في مصر مش موجودة في أي دولة في العالم المصريون العظماء تاريخهم الموسق الآن حوالي سبعة تلاف سنة كثير جدا من الدول عمرها التاريخي لا يزيد عن مئتين تلتميت سنة ولكن احنا دلوقتي بنمر كمان حاليا بأزمة كبيرة جدا يعني البعض بيتهم الآخر أنه هو واقف أمام المرحلة الانتقالية أو بيتم عرقالة المرحلة الانتقالية وكمان بيقفوا أمام استكمال تحقيق أهداف الثورة أو بالأصحي كده بيقولوا أنه اللهو الخفي أو الطرف الخفي اللي هو ما حدش يعرف هو مين لحد الوقت المجلس الشعب المرحلة الثالثة ستنتهي بإذن الله أصبح بالوقتي هل تم من خلال أو من جهة إدارة الأزمات لحد الوقت ما عرفوش هو مين الطرف الثالث اللي دايما بيتكلموا عنه في كل حواراتهم أنا مش جهة التحقيق لكن أنا مشاهد في المشهد ومحل لكن الأمور في التحقيق ولابد أن لكن الآن أنا اللي يعنيني كينات الدولة الرئيسية الآن مجلس الشعب في حكومة إن شاء الله الدستور سيتم وضعه بالتوافق الشعبي رئيس الجمهورية إذن كل هذه المقومات ستساعد على الاستقرار السياسي استقرار سياسي واستقرار أمني معناه انطلاق في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي وفي كل المجالات لكن لا نريد أن نتوقف كثيرا عند التفاصيل التفاصيل في جهات التحقيق نريد أن ننطلق بالإنقاذ الاقتصاد القومي واستقرار الأمن أن نتعاون أن نتأخذ عينينا على مصر وعلى المصريين على المصلحة العليا للوطن طبعا دايما بيقال أن الحصول على المعلومة قبل الأزمة ما تحصل ده بيوفر كتير جدا أو مشوار طويل جدا من أن أنت تلملم من وراء الأزمة بعد ما تحصل وخصوصا بعد التكنولوجي اللي احنا بنعيشها دلوقتي المفروض أن المعلومة بتوصل للجهات المعنية قبل ما ده حتى هما اللي بيوصلوها دلوقتي خلاص يعني الجهات المعنية قبل ما بيعملوها ايه وجه التحقيق في القصة دي الأزمة بتمر بتلات مراحل قبلها وأثناء وبعد بيوفور وذن أند أفتر مرحلة بيوفور دي مرحلة الاستعداد التهيئ استشراف المستقبل التوقع الرصد للماضي التحليل الاستعداد يعني مثلا في مجال حاليا دلوقتي في مجال في السيول ممكن يحصل سيول يبقى لازم يكون مستعدين عندنا سيناريوهات جاهزة لو حصلت السيول هنعمل ايه مخارات السيول لازم تكون جاهزة المساكن الايواء العجلة يعني فيه ترتيبات لكل أزمة احنا في مصر تم حصر الأزمات والكوارث في خلال الفترة السابقة حوالي خمسين سنة وجدت تلتمية وثلاتاشر أزمة وكارثة ما بين حوادث سير ما بين سيول وزلازل وواء إلى آخر فكل أزمة أو كارثة لها سيناريو ماذا نفعل عندما تحدث كيف نقلل من حجم الخسائر كيف نستطيع أن نواجهها مواجهة علمية من يتصدى للمواجهة من يدير الأزمة ما هو فريق إدارة الأزمة ما هي الآليات وهي التكنولوجي الموجود وهكذا كل ما يكون الاستعدادات في مرحلة قبل علمية ومتكاملة وتستفيد من الخبرات السابقة والدروس المستفادة كل ما كان يمكن السيطرة على أي أزمة أو كارثة يعني أنا بتمانى من كل قلبي وأكيد كلنا برضو بنتمنى نفس الأمنية أنه إن شاء الله يبقى عندنا جهاز لإدارة الأزمات جهاز قوي جدا عنده كل الأليات علشان يقدر يقف أمام أي أزمة قبل ما تحصل أو يعني أو أو حتى لو حصلت يعني يقدر إزاي هو يوقفها في الحال مش بعد ما يكون سقط ناس كتير جدا أو بعد ما تكون سقطت حاجات كتير جدا مهمة في النص هو بطمن حضرتك كل وزارة فيها غرفة عمليات كل محافظة فيها غرفة عمليات الأجهزة فيها غرفة عمليات فيها لجنة قومية لإدارة الأزمات لكن ما أتمنى تفعيل هذه الأدوار وإعطاء صلاحيات للقادة بحيث يديره مباشرة بيقى فيه سيستم فيه منظومة عمل معروفة على طول كده ولا ننتظر حتى تحدث الأزمة والكارسة لكن يجب أن يكون هناك دائما خطوات استباقية يعني أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة الحقيقة وهو دي كمان أمنية يعني جديدة للسنة جديدة إن شاء الله يتم تفعيل جهاز إدارة الأزمات إن شاء الله في السنة جديدة في 2012 ونلمسوا كده بأيدينا ونشوفوا بيتحقق قدامنا بشكرك جدا إن شاء الله في سنة 2012 تكون كلها خير وسعادة وبركة على مصر والمصر كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحركة طيب مشاهدينا كان معنا ضفنا اللواء دكتور يوسف وصال هو أستاذ الاستراتيجية القومية وإدارة الأزمات وتفاوض وعضو اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء كان معنا في الفقرة دي وتكلمنا عن إزاي ندير الأزمات في وقت كوارث اللي بتحصل نروح للفاصل ونرجع مرة تانية لسا مكملين معاكم في نهارك سعيد